عند طباعة المصنف فإنه تتم افتراضيا طباعة كافة الصفحات ولتحديد نطاق الطباعة بشكل مختلف عن الوضع الافتراضي يمكن النقر على قائمة تخطيط الصفحة ثم النقر فوق السهم المجاور لمجموعة إعداد الصفحة ثم النقر على علامة تبوي بصفحة ثم زر طباعة يمكن من جزء الإعدادات تحديد نطاق الطباعة المطلوب مثلا عند اختيار طباعة المصنف بأكمله يتم طباعة ورقة رقم واحد وورقة رقم اثنان ويمكن الملاحظة أن الخيار الذي تم تحديده يظهر في جزء المعاينة كما يمكن اختيار خيار أوراق العمل الناشطة حيث يتم طباعة ورقة العمل الحالية فقط وهي ورقة رقم واحد في هذا المثال كونها ورقة العمل الناشطة ويمكن كذلك تحديد أكثر من ورقة عمل ناشطة من خلال النقر عليها مع الضغط باستمرار على زر كنترول في لوحة المفاتيح واتباع الخطوات السابقة واختيار أوراق العمل الناشطة أيضا يمكن ملاحظة ظهور ورقة واحد وورقة اثنان في جزء المعاينة باعتبارهما جميعا أوراق ناشطة في حال الرغبة بتحديد جزء معين فقط من البيانات لطباعته دون طباعة باقي أجزاء ورقة العمل يتم تحديد الجزء المطلوب ومن ثم بنفس الخطوات السابقة يتم اختيار خيار طباعة التحديد ويظهر ذلك في جزء المعاينة لمسح نطاق الطباعة والعودة إلى النطاق الافتراضي الذي يحدده البرنامج يتم النقر على قائمة تخطيط الصفحة ثم النقر على خيار ناحية الطباعة ثم مسح ناحية الطباعة أو يمكن النقر على قائمة تخطيط الصفحة ثم السهم المجاور لمجموعة إعداد الصفحة والنقر على زر طباعة ثم اختيار في نطاق الطباعة تجاهل ناحية الطباعة ولتغيير حجم البيانات المعروضة في ورقة العمل عند الطباعة على سبيل المثال تصغير البيانات لتتسع جميعها في ورقة واحدة يمكن النقر على قائمة تخطيط الصفحة ثم النقر فوق السهم المجاور لمجموعة إعداد الصفحة ثم النقر على زر طباعة من خلال خيار إعدادات يمكن احتواء الأوراق على صفحة واحدة حيث يتم عرض بيانات كل ورقة عمل في صفحة واحدة فقط أو يمكن اختيار احتواء كافة الصفوف أو الأعمدة على صفحة واحدة وعند النقر فوق خيار خيارات تغيير الحجم المخصصة والتي تظهر خيارات إضافية مثل ضبط حجم الورقة إلى نسبة 10% مثلا من الحجم العادي أو الملاءمة إلى عدد معين من الصفحات الأفقية والعمودية المطلوب طباعة ورقة العمل عليها ثم نقر على زر موافق ترجمة نانسي قنقر